طيب داي خليني من ناحية تانية اقولك انه الزمالك مازال عنده صداع اسمه فكرة المهاجم بالصريح مازال صداع لو سيف حالته تبقى الامور جيدة لو سيف مش حالته مفيش بديل فالامور دايما صداع عند نادي الزمالك احلق ازاي يعني خلينا نقول يعني من كلام داود كده واستشفينا ان الزمالك عليه ان يكون واقعش وفي مباراة افريق في جملة جميلة كده بتقلقي حزاري من كبرياء يعني في ساحات انت الكبرياء بتاع الفريق انا الكبير انا التاريخ انا كذا 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 خليك دايما نلعب على الحالة الاخيرة بتاعت الزمالك يعني بتاعت الفريق بتاعك الزمالك حاليا في معاناة كبيرة في التسجيل فالزمالك مش محتاج يكون الفريق اللي بيبادر ويفتح خطوطه بشكل كبير جدا وكلما تأخرت في ان انت استقبل هدف كلما زادت حدوثك في الجيب ولكن نقطة المهاجم مؤثرة جدا 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 وخصوصا في ظل عدم قيد ناصر مانسي اللي كان حيبقى بديل جايد لسيف لان السيف الجزيري من اللعبة اللي ملهاش يعني فيه ساحات لعيب انتضامن منه مثلا الستة او سبعة من عشر لأ سيف ممكن يديك ماتش تسعة من عشر زي ماتش فيوتشار كده وماتش تاني تلتة من عشر يعني النهاردة مثلا تعال نبص لسيف الجزيري مقارنة بعمر جمال نبدي عمر جمال حقه رجل المباراة تم اختياره تعال نبص مقارنة بالاتنين وخصوصا انه فارقه مثلا ما كانش الفريق اللي بياجم بكل خطوطه فنقول كانت فيه فرص كتيرة لعمر مقارنة بسيف تعال نبص هنا اللقطة دي مرجعية دي اول حاجة احتفاظ بالكرة بص هنا سيف هيخسر الكرة بمنتهى سهولة ازاي وفي نفس اللحظة دي الكرة حتروح لعمر جمال شوف هيحافظ عليها ازاي رغم انه وقع لأ حيحافظ عليها لغاية لما يخرجها بشكل سليم في النهاية هاي وقفنا كده اللقطة دي خلاص كده مش عايزين منها حاجة بص اللقطة دي وقف بقى هنا وقف ارجع لي بقى سنة صغيرة ووقف ارجعوا يا كرة وقى لسا هيم سيف يعني ايه هنا بس روح الفروت بيروح للجون لا سيف اختار انه يرجع لورا وضيع هجمة كان زي بقولك في بداية اللقاء دي كان صفر و صفر كمل بقى قارنة هولي بعمر جمال خل هلس كده الهجمة احنا وقفنا المشاهد شاف بجيدا ازاي سيف اتصرف انه مش قادر يروح بص هنا عمر جمال كان فين وبص حياته يتحرك بشكل ايجابي ازاي جوه المنطقة ويصدع لنفسه خطورة بيطبق الكرة جوه المنطقة بوشه ورايح لقدام خلينا الحلقة الجاية برضو هتبقى كاشفة برضو اللي احنا بنقوله اول ما سيف يستلم وقف وقف هنا انا لو سمحت لا ارجع لي سنة برضو ارجع لي معالي الشرح بقى رزل شوية بس عشان مشاهدين يفهموا شوية الدنيا معانا ازاي هنا انت كافر ودستلابت بص الكرة اول ما ستلم سيف ديني فريم كمان بس وقف هنا التصرف الطبيعي ايه اطلع له قدام ونقل فريقا بص سيف بيتحرك ازاي هي ايه المراوعة اللي انت هتاخدها لما تعمل الكرة للخاف كمل بقى عادي كمل عادي خلاص الناس شافت كويس سيف تصرف ازاي عطل الهجمة بليون المية تعالي حقرانولك برضو بعمر جمالي عمر جمالي لازم ياخد حق بص عمر كان فين بص عمر اللي هنا على شمالنا في الشاشة بص بعيد برضو يعني انا بش مكلمك على فريق يصنع فرص كتير بص عمر حيستلم بص وش وشه ازاي بقى هنا هتطلع هتطلع كمل كمل هنا اول ما يستلم بص عمر جمال هنا هيهرب من عمر السيسي ويستلم بوشه وحيروح فين على قدام على قدام رايح على قدام يعمل هجمة قد خطيرة جدا 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 له لتدخل فتوح وكانت فيها علاقة غريبة برضو من زمانك بتأكد شوية انهزمت الفريق للأسف الوقت رحمي ولا يهمك بس اتمنى ان نسيف في ان شاء الله الماتش الجيد جاء هو سيف الجزير ما هو سعيات احنا بنقول بقى ماتش وماتش فانا اتمنى ان يكون في المباراة الجيدة يعني احنا اخذنا ماتش فتشر كان سيف جيد الماتش ده واقع فممكن ماتش الجاي بقى موعدنا مع سيف الجزير نورتك العادة يا خليفة اتشرفت جدا بي ده انا اللي بتشرف بيك يا كريم وبتشرف بكل مشاهدينا